خلي بالك كل يوم بيجي لك المحضر بس انت مش واخد بالك مالك يوم الدين الواحد فينا لو قاله محضر من النيابة ما بينامش لو النيابة الإدارية والله ما بنام فما بالك وانت تقف بين يدي قيوم ديان يعلم الخافية والأسرار ماذا تقول لربك غدا سيدنا عمر كان بيقول كده قبل ما ينام ست هالة أسأل الله العلي القدير في هذه الساعة المبارك أن يفرج همك وأن يزيح غمك وأن يسطر عرضك وأن يفرح قلبك وأن يحقق أملك وأن يرزقك الخير والوفير والنسق الكثير والعمل الصالح المتقبل قولي آمين الزوجة التانية آه طيب يا رب كنت سمعاني ويا رب الناس كلها سمعاني الولاد ما نهمش علاقة بالطلاق ركزوا في الكلام ده وأي زوجة بكون سبب في حرمان الزوج ان هو يشوف عياله عن طريق ان يتكرهوا فيهم أو تيقاسوا ان هو يخش بيته أو تمنعه زي ما هي هنا منعاه رغم انه بينفق عليها أو العكس الزوج يعمل كده مع زوجته اعرفوا ان يوم القيامة سيفرق الله بينه وبين أحبتي وسيمنعه الله إرسه من الجنة وسيلقى الله غاضبا عليه أو غاضبا عليها أنا بقولي الكلام ده خلاص آخر حاجة أخطب بيها في الحلقة دي هدية لكل حد النهاردة عنده دين عنده كرب عنده هم عنده طلب من ربنا عنده أمنية نفسه يتحققها النهاردة قبل المغرب بساعة تقعد مكانك اللي انت بتصلي فيه خلي بالك وردد آية في صورة الكهف لحد ما يأزن المغرب وثق بعدها بالدعاء الذي ستدعو به سيعطيك الله إيه الدعاء إيه الآية ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا النهاردة قبل المغرب بساعة شمعنا قبل المغرب بساعة عم الشيخ ما ينفعش ببعش لا قبل المغرب بساعة لحد ما يأزل المغرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دي ساعة الإجابة يوم الجمعة قديني ادي تلك هدية هي ساعة الإجابة يوم الجمعة قبل المغرب بساعة آخر ساعة في النهار اقعد اتوضى واقعد مكانك اذكر ربنا واستغفره وصلي على النبي وبعدين يلزم الآية دي لحد ما المغرب يأذن قوم صلي المغرب وادعي ربنا في السجود بما تشاء سيحققه الله لك عاجلاً غير آخر